فالح نصير فالح إليك وما يتم تحطيره في القرار الداخلي الإسرائيلي حسين أبدأ من الرشقة الصاروخية التي استهدفت حيفا وخليجها لكرويوت الرشقة قدرت بستة صواريخ منظومة القبة الحديدية اعترضت عدد كبير من هذه الصواريخ فيما سقط بعضها في مناطق مفتوعة دوت صافرات الإنذار الجبهة الداخلية أصدرت تعليمات بضرورة الدخول إلى الملاجئ والغرف المحصنة اليوم كانت الرشقات الصاروخية أقل من التي أطلقت أول أمس وبدأ الوضع هادئ نسبيا مقارنة بالأيام الماضية قبل أكثر من نصف ساعة بدأ اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ومن المتوقع أن يصادق في هذا الاجتماع الذي سيستمر لنحو ثلاث ساعات على قرار وقف إطلاق النار حيث يحظى بن يمين نتنياهو بأغلبية مؤيدة لهذا القرار وسيلتقي بعد قليل برؤساء السلطات والبلدات المحلية عند الحدود الشمالية في ظل الهجوم الذي شن على بن يمين نتنياهو والرفض لعودة المستوطنين نحو سبعين ألف مستوطن إلى المستوطنات والبلدات الحدودية المحاذية والتي دمرت بنسبة سبعين بالمئة ويحتاج إعمارها لنحو أربعة أشهر في ظل الصواريخ التي دكتها من قبل حزب الله اللبناني حالة من التراشق الإعلامي والتصريحات بين المسؤولين الإسرائيليين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق في وقت هاجم فيه خصوم بن يمين نتنياهو السياسيين هذا الاتفاق ووصفوه بالاتفاق الركيك رغم أنه يبدو في ظاهره اتفاق لكن في جوهره هو أقرب إلى الهدنة إذ أنه سيتم تقييم هذا الاتفاق على مدار الستين يوما يوما بيوم وإذا ما كان هناك خروقات من الواضح أن إسرائيل حصلت على ضمانات من قبل إدارة بايدن للعمل والرد على أي خروقات من قبل حزب الله اللبناني فيما سيكون ربما ستكون كلمة الفصل أو يعني ما يحدد سير هذا الاتفاق هو قيام الجيش اللبناني بتدمير البنية التحتية وعادة التمركز في المواقع التي كان يتمركز بها حزب الله حيث أن الجيش الإسرائيلي وبعد تنفيذ هذا الاتفاق سيبدأ بالانسحاب على عدة مراحل لكن وفق المعلومات التي وردتنا من مصادر فإن هذا الاتفاق سيدخل حيث التنفيذ يوم غد في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي هنا في القدس وكذلك في بيروت في تمام الساعة الثامنة عشر أو السادسة بتوقيت جرينتش لكن الإعلان عن هذا الاتفاق سيكون في هذه الليلة من قبل الرئيس جو بايدن في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش العاشرة بالتوقيت المحلي في القدس وكذلك في بيروت ترجمة نانسي قنقر